النهاردة جماعة جنيت نتكلم معكم عن التشخيص كل ما يخص التشخيص النازلة المعوية وكل ما يخص علاج النازلة المعوية سواء كان علاج الاعراض او علاج المرض نفسه لكن بعد الفاصل انتظرون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا الدكتور احمد عطية دهشان رئيس الجامعية الطبية العمومية للتجذية العلاجية وباحث في العلوم الطبية الحيوية في اسطنبول النهاردة جاي نتكلم معكم يا جماعة عن النازلة المعوية هنتكلم عن الاسباب التشخيص العلاج ما نجي نتكلم عن التشخيص ما نجي نقول في تشخيص النازلة المعوية لازم نعرف ان النازلة المعوية دي هي عبارة عن عدوى هذه العدوى قد تكون عدوى بكتيرية قد تكون عدوى فيروسية قد تكون طفيليات في الأمعان كل هذه اسباب للنازلة المعوية طب ايه هو العرض اللي مفروض بيكون موجودة عند كل الناس يعني أنا مثلا ولا أفترض أنه عند ما يدعى نزلة معوية أفترض أنه عند نزلة معوية أن يكون عندنا إسهال يبدأ أول brainstormingっていう patient في العياد عندي ويقول لي أنت عند عندما يدعى نزلة معوية يمكنني أنفترض صغير قد يكون المصاحب مع النزلة المواوية هذه السخونية قد يحصل ب ترجيع وأيضاً بعض المفجچات أو بعض الشيطة أتفضل كلهاiera ولكن حgangنا نج me an explant all normal نقدر نقول ان هي عبارة عن اسهال بيصاحبها بعض الاعراض الاخرى زي السخنية الترجيع المغص دي كده بالنسبة للتشخيص قال الجامعية الطبية العمومية للتجذية العلاجية بننصح كل الاطباء ان هم قبل ما يقولوا ان دي نازلة معوية يعملوا فحص البطن ليه نعمل فحص البطن عشان نتأكد انها مش مشكلة جراحية بصوا يا جماع اي حد بيكون عنده نازلة معوية يعني عنده اسهال فالشخص عنده اسهال بيبقى عرضة للجفاف علشان كده بننصح كل الناس بلا اسسناء لو انت عندك نازلة معوية اول حاجة لازم نعوض الجفاف ويتأخذنا في نقطة العلاج دكتور اعراض العلاج بشكل بسيط قبل ما نتكلم قولنا ابل ما نتكلم عن الالاجات لازم نتكلم عن اعراض الجفاف اعراض الجفاف تلاقي اللسانه ناشف جلده ناشف يعني ايه جلده ناشف هذوقت اعرفها ازاي دي يعني انت لو مساكت بطنك كده وشدتها لبرة بدل ما هي الطبيعي ان هي بتخش بشكل سريع لو شدتها لبرة تبدأ تخش بشكل بطيء جدا ما تيجي تخش بشكل بطيء جدا كده تبقى تعرف ان انت جلدك ناشف يبقى انت عندك جفاف يبقى لسانه ناشف جلده ناشف ما تيجي تسأله عن كمية البول يقولك قليلة بيعمل يعني البول عنده صعب جدا عشان كده من ضمن برضه الاعراض اللي احنا نأكد ان هيho عنده جفاف ان هو كمية البول تتاعتها الليلة تلاقي اينيه دخل الجو قوي عن الطبيعي بتاعه يعني تتشوف وتلاقي اينيه دخل الجو يبقى بشكل بسيط كده ما نيجي نقول اعراض الجفاف نقول اعراض الجفاف أربع حاجات اساسية لسانه ناشف جلده ناشف بيرجع بصعوبة لما تشده البرة عينيه دخل الجو كمية البول بتاعته ولايه عندما تأتي تسأله عن كمية البول اللي هو بينزله عدوة فيروسية كده كده تتحسن في خلال أسبوع من أسبوع إلى عشر أيام حد أقصى كده كده بتتحسن ولا نستخدم المضادات الحيوية على الإطلاق أنا باستغرب مما يجيلي فروشيتة حد عنده عدوة فيروسية وما كتب له مضاد حيوى كتب له مضاد حيوى على إيه يعني فرجاء يا جماعة نزيل نفهم إحنا دلوقتي القناة بتهايتنا دي لزيادة الوعي الطب إن إحنا نوعي الناس بشكل مستمر إن هي تعرف شوية في التشخيص مش بنقول اللي تعرف بنسبة 100% تعرف شوية في العلاجات لما تعرف الحاجات دي لا تقع تحت طائلة النصابين أو الناس اللي عاملة بزنس مع شركات أدوية علشان تبعي لها أدوية أو منتجات وبس علشان كده يا جماعة وزين نقول أول حاجة النزلة المعوية لو هي عدوة فيروسية يبقى ما بنعالج الأعراض فقط ولا نستخدم المضادات الحيوية وكده كده بتتحسن في خلال من أسبوع لعشر تيام حد أقصى دلوقتي العدوة الفيروسية بنتعامل معها إزاي لكن يا دكتور بشكل بسيط أوي حضرتك أعرف إزاي العدوة دي عدوة فيروسية بشكل بسيط يا جماعة لو بنشخص العدوة الفيروسية بنقول إن هو كده كده في الثلاث حاليات سواء كده عدوة فيروسية أو عدوة بكتيرية أو طفيليات في كل الحاليات فيه إسهال لكن علشان بقى نميز ما بين العدوة البكتيرية والعدوة الفيروسية وفجليات نقدر نميز الموضوع ده بشكل بسيط قوي إنه تلاقي في حالة العدوة الفيروسية إنه فيه شوية سخنية بسيطة فيه شوية سخنية بسيطة مع والمريض اتلاقي حالته العامة جيدة يعني يعني مفيش أي عراض الأعراض الكتيرة اللي تخوفها فقط شوية سخنية بسيطة مع شوية إسهال خلاص ده نقدر نقول عليه عدوى فيروسية عدوى البكتيرية نعرفها زي الراجل ده بيكون عنده سخنية عالية جدا زائد المريض حالته العامة غير جيدة سخنية ضعف عام إرهاق بيبقى باين في الحالة بتاعته زائد أحيانا يكون موجود فيه دم في البراز وأحيانا يكون غير موجود دم في البراز فدي هي العدوى البكتيرية طب الحالة دي بنعالجها ازاي بنعالج العدوى البكتيرية من خلال مضاد دحايا وبنعالج الأعراض الموجودة طوال دلوقتي بقى بيطرح نفسه يا دكتور طب انا لو ما خدتش مضاد حيوي اثناء العدوى البكتيرية اللي هي موجودة عندي هل انا ممكن اتحسن من النزلة المعوية اللي موجودة عندي بكل بساطة الاجابة اه قد يتحسن صاحب العدوى البكتيرية من النزلة المعوية بدون مضاد حيوي لكن الحالة بقى الثالثة اللي هي تاخدنا بقى الحالة الثالثة اللي هي الطفيليات في الامعاء دكتور هنعرف الطفيليات في الامعاء ازاي هنعرفها من خلال تحليل البراز بالفعل بيبان في تحليل البراز ان فيه طفيليات يعني التشخيص الوحيد للطفيليات في الامعاء من خلال تحليل البراز علشان بس ما حدش اي يجي يقولك اي كلام يبا احنا قولنا للعدوى البكتيرية عبارة عن ايه قولنا العدوى الفيروسية عبارة عن ايه قولنا التفيليات بنعرفها ازاي من خلال عينة براز من خلال عينة براز نقدر نعرف ان فيه طفيليات في الامعاء طبعا بالنسبة للأعراض اللي موجودة عندنا بيكون في اسهال بدون قيء أو سخونية أحيانا مع دم أو مخاط التشخيص بنشخصه من خلال عينة براس العلاج بتاعنا بنحتاج علاج للددان وعلاج للأعراض دلوقتي نمسك موضوع العلاج ده ونتكلم واحدة وعلى حالتك يا دكتور ورية مضادات حيوية بنستخدمها في حالة العدوى البكتيرية بنستخدمها في حالة العدوى الفيروسية أو في حالة التفايليات اللي موجودة في الأمعاء لكن واتكلمت حالتك بنعالج الأعراض حالتك سبت لنا الموضوع كده مش واضح لنا الكلام غير واضح بالنسبة لنا بتيجي نمسك نقطة نقطة احنا تكلمنا دلوقتي يا دكتور طب هل بنحتاج لعلاج طارق في النزلة المعوية يعني في حالة النزلة المعوية بنحتاج لعلاج طارق يا جماعة الشيء الوحيد اللي بيحتاج لعلاج طارق في النزلة المعوية هو علاج الجفاف علشان كده بنفضل اللي احنا نتعمل مثلا محلول ملح زي رينجر عشان نصحح نسب الاملاح في الجسم وبالتالي علاج الجفاف في الجسم يبقى ديها الحاجة الاول بعد كده بقى نتكلم عن محادثة يا دكتور سبت لنا برضو الدنيا عيما كده تبقى له بقى نتكلم واحدة واحدة بقى في كل المضادات الحيوية احنا دلوقتي قلنا المضادات الحيوية نستخدمها في العدوة البكترية فقط اما العدوة الفيروسية اللي نستخدم فيها المضادات الحيوية وفي الامبريس يعني سواء كده عدوة بكترية او عدوة بيروسية بتاخد من سبع لعشر تيام وبتروح حتى لو مستخدمناش مضادات حيوية لا في حالة فقط التفايليات او ديدان في الامعاء لا بنحتاج ان احنا نعالج ديدان اللي موجودة في الامعاء وزي العلاج الاعراض في الوقت يا دكتور ايه الحاجات اللي احنا المفروض هنكتبها في روشيتة بتاعتنا روشيتة بتاعتنا يا جماعة تباكال قاتي جدا فيقول الحاجة بالنسبة للجد النازلة المحاوية نكتب حاجة اسمها سابروger ده تابل دائرس مضاد حيوية بنكتبها مضادة حيوية قاتل للبكتري يعني في حالة العدوة بكترية فقط نستخدم المضادة حيوية اما في حالة العدوة الفيروسية لنستخدم المضادة حيوية تبَّ يا دكتور عدة عدة كيُن قلت كده وبعيد لو احنا ما استخدمناش خالص المضادة الحيوية وفي حالة العدوة الفيروسية حالة وبكترية الحالة بتاعتنا تتحسن بتتحسن. يبقى السيبروفار اول حاجة او المادة الفعالة بتاعتنا. لما نيجي نكتب يفضل نكتب المادة الفعالة. سيبروفلوك ساسين دي المادة الفعالة بتاعتنا. مرتين يومين. ده اول حاجة في الرشيتة تاعتنا زي بس قلنا لو احنا ما استخدمناهوش هاليا دور? لا. فقط الحالة الوحيدة اللي احنا بنأكد ان احنا نستخدم فيها هذا المضادة الحية وفي حالة الفطريات. زي ما احنا قلنا كده لو في حالة في ديدان في الامعان او كده بنستخدم مضادة الحية. تاني حاجة بقى نكتبها في الرشيتة بتاعتنا النهاردة اللي هي الكيتوفان. الكيتوفان. للحرارة مسكن. وخافض للحرارة. ومضاد للالتهابات. قرص ثلاث مرات اليومي. ده كده بالنسبة لي الكيتوفان. طبعا ده عبارة عن اكراس. قلنا قرص ثلاث مرات في اليوم. تالت حاجة احنا برضو بنستخدمها في الرشيتة بتاعتنا. لو احنا عندنا ترجيع بنستخدم حاجة اسمها البرم. البرمبران. البرمبران ده تابلت. ده البرمبران. ويبناخد حاجة معا كمان اللي هو الاستريبتوكين. الاستريبتوكين ده تابلت. ده ارس. ارس ثلاث مرات يوميا. ده قاتل للاميبة ومضاد للاسهال. ده قاتل للاميبة. ومضاد احنا كده قلنا رشيتة بتاعتنا. انا كده تكلمنا على رشيتة طبيعية تتكتف في الايادة بتاعتنا. بس احنا اقولنا المضاد الحاوي. حتى عملنا بلون مختلفة. المضاد الحاوي. بالشرط ان هنا نستخدمه في العدوى البكترية. او العدوى الفيروسية. برغم من هو للبكتيريا. اه ممكن نحتاج نستقد نحتاج نستخدم للبكتيريا. لكن لو ما استخدمناهش كده كده المشكلة بتروح في خلال من سبعة ايام لعشر ايام. لكن الحالة الوحيدة اللي بنستخدم في ده نستخدمه في حالة ان احنا عندنا ديدان في الامعاء. وبقى بناخد حاجة مسكنة ومضاد للحرارة مسكن وخافض للحرارة ومضاد للالتهابات زي الكيتوفان تابلت وده ارس تلات مرات يوميا. وبناخد البرمبران تابلت ده ارس مرة يوميا. من المرة للمرتين يوميا. والستريبتوكين حاجة قاتل للاميبة ومضادة للإسال. وده بناخده قرص تلات مرات يوميا. في نهاية الفيديو يا جماعة. لو حسيت ان انت استفدت حتى لو استفادة بسيطة بالفعل او اول معلومة لأول مرة تاخدها. حاول قدر الامكان. ان انت تنشر هذا العلم من خلال ان انت بشكل بسيط تعمل مشاركة لاصدقائك وحبايبك. فدال على الخير كفاعله. اه دي كده نقطة رقم واحد. اه ما تبخالش علينا بلايك. بكومنت. لو عندكم اي اكتراحات لفيديوهات عايزين نتكلم فيها. اه بحيس ان احنا ننشر الوعي الطبي بشكل مستمر. بحيس ان احنا لنقع تحت طائلة النصابين. شكرا ليكم كان معاكم الدكتور احمد عطية دهشان رئيس الجماعات الطبية العمومية للتجدية الالاجية. والباحث في العلوم الطبية الحقيقية في اسطنبول. دمتم والسحة. وعافظة. موطني 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 يا انا. رغم كيد العذا رغم كل النقم سوف نسعى الى انت عم النعم سوف نرنع الى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.